معارك الشرق الأوكراني باتت واجهة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة لتعزيز حضورها وقد أعلنت هذه المجموعة أن وحداتها سيطرت على بلدة جديدة في الجزء الشرقي من منطقة دونياتس إعلان نفاه في المقابل الجيش الأوكراني وقال أن وحداته صدت الهجمات في المنطقة وأفشلت تقدم القوات الروسية في 13 منطقة أخرى بدونياتسك تسيطر عليها فهل بات التقدم الروسي بطيئا في الشرق وهل الرهان على مجموعة فاغنر الآن يأتي تمهيدا لمعركة أكبر معنا الآن من موسكو الكاتب والباحث السياسي أندري مورتازين سيد مورتازين مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار تقدم بطيئ على ما يبدو من وجهة النظر الأوكرانية تم صد بعض هذه الهجمات ولكن بكل الأحوال التقدم على ما يبدو بطيئا لماذا هذا البطء في التقدم في هذه المعارك؟ مساء النور طبعا التقدم البطيئ هذا الشيء انتباعي لأن هناك المعارك الشديدة والجيش الذي يواجه الجيش الروسي هو الجيش المدرب والكثير من المقاتلين من طرف الأوكراني هم المرتازقة من شركة أكاديمي الأمريكية البلاك ووترز تعرفون اسمها بعد حرب العراق يعني الطرفين يستخدموا المرتازقة وطبعا ضد المرتازقة ويحاربون المرتازقة مرتازقة فاغنر هي التي تقود المعارك الآن في الشرق صحيح يعني الشركة واغنر هي شركة خاصة عسكرية مرتازقة في نهاية الوظاف هؤلاء مقاتلون غير نظاميون يعملون ويقدمون خدماتهم مقابل أجر هذا هو تعريف المرتازقة صحيح هذا صحيح ولكن هم يحاربون مع نفس الناس من الجانب الأوكراني هناك الأمريكيون والبريطانيون من شركة أكاديمي التي ترأسها إيريك برينس يعرفون هذا الرجل وشركة كراكن البولندية وطبعا هم يحاربون ضد المرتازقة المرتازقة ضد المرتازقة هذا شيء طبيعي طبعا هم المدربون ومن ضمن المقاتلين واغنر ليسوا سجنا فقط هناك الكثير من العسكريين القدامة في عمره 45-40 سنة طبعا مثلا دباط الصف للمتقاعدين طبعا تموا إلى شركة واغنر للقتال وهذه التشكيلات تتميز بالفعلية الجيدة عندهم المدربون وهم يقسلونه بشكل جيد وطبعا من دميهم هذه نقطة لافتة أستاذ أندريل يجب أن يدفعونه بالدم من أجل العبو عندما نقول فعالية عالية عند هؤلاء المرتزقة يعني هل الاعتماد الآن بات أكبر على هؤلاء في ما يجري في معارك الشرق بالنسبة لروسيا ولماذا فعالية فاغنر أفضل من فعالية القوات الروسية النظامية ما السبب في ذلك برأيك؟ السبب لأنهم يقتلون أهولا من أجل المال والكثير منهم يقتلون من أجل الأفضل المقبل السجناء طبعا ليس السجناء يقضون بهم العسكريون المحترفون طبعا هم ينفذون العمل الواسخ العمل عسكري الواسخ وطبعا هناك إمكانيات الاختيال علي جدن وهم يحاربون هم يحاربون ديد القوات المعدة والمداربة بشكل جيد المرتزقة يحاربون ديد نفس المرتزقة يفيني بريغوشن رئيس شركة واقنار قال أنه بعد تحرير بلدات بلغداتنا واجدوا كثير من الجوسس المرتزين زي الأوكرايني بدون الروس وبدون الأيدي يعني الأوكراينيين القوات الأوكرايني قطوا روسهم من القتلى وآيدي من أجل عظم لكي لا يسمح بتحديد هويتهم وحدد هويتهم هم المرتزق اللجانب ولكن في الولايات المتحدة لا يقولون شيئا المرتزق السؤال هو يعني ربما بطريقة أخرى أستاذ أندري يعني لماذا هذا التفوق النوعي من مرتزقة فاغنر على القوات الروسية النظامية من المفترض أن تكون هذه من أقوى جيوش العالم وأن تقوم بال يعني نفهم إذا كانت مجموعة فاغنر تقوم بمهام معينة توكر إليها ولكن القتال الرئيسي عمليات القتال الرئيسي هي يجب أن تكون من قوات من تنفيذ القوات النظامية لماذا لا نرى ذلك الآن في معارك دونياتسك هنا هم رجال من شركة واخدر ينفذون الآن المهام الخاصة في السوليدار في بخموت نعم بس هم رأس الحرب في هذه المعارك طبعا هناك صحيح صحيح أنا قلت مرارا أن القيادة الروسية تحافظ على الأرواح المجندين وطبعا هم يستخدمون في النسق الأول الناس المدربين والعسكريين القدامة وهم يحاربون في تشكيلات واغنر هذا هو السبب أما الحرب المعصرة هي الحرب التكنولوجية طبعا في الجيش الروسي الكثير من الخبراء المتدربين يعني الاستخدام الطائرات والصواريخ ومنظومات الدفاع الجاوي هناك يجب أن يكون مستوى عالي جدا للعسكريين وطبعا هم يستخدمونهم ولكن هنا مباشرة العمل الواسخ جدا والواغنر ينفذ هذه المهمة بشكل أفضل هذا هو السبب وهم يحاربون ضد نفس نفس العسكريين المتدربين يعني العسكريين القدامة المرتازقة من جانب أوكراني المرتازقة ضد المرتازقة هذا هو استخدم تعبير الحرب الوسخة والقذرة يعني البعض قد يقول لا يوجد هناك أصلا حروب نظيفة كل الحروب قذرة ولكن هذا نقاش آخر دعني أسألك عن المرحلة القادمة أستاذ أندري الآن هناك استعدادات على ما يبدو لوصول إمدادات لأوكرانيا التي وعد بها الحلفاء الغربيون وفي هذه الفترة عد شهرين أو ثلاثة أو شيء من هذا القبيل ما الذي نتوقع من القوات الروسية قبيل وصول هذه الإمدادات التي يعتبر الغربيون على الأقل أنها ستحدث فارقا في سير المعارك ماذا نتوقع؟ نتوقع وصول حوالي 100 دبابة من 5 دبابة الكثير من دبابات لأوكار تبعن هذا دبابة ممتازة ولكن هناك مكافئة لدبابة تتسعين من الجديد تبعن هذا الشيء من نسبة لروسيا ولكن من دبابة لا تستطيع أن تغيروشي في التبابة في التبابة هذا المعارك في التبابات ونسبة للكتبابة هذا لأكثر من ذلك وزوجها لروسيا لكسير من الأسلحة لمدادة لدبابة والتعيرات والمدافية والأدين لكسير والتأدمر هذا الأسلحة وفي الجانبات لأوكارينا تتطلبوا تزيدوا بل مقاتلات الفسطاشر والمقاتلات الأخرة تفضلوا. سنرى ماذا سيحدث. طبعا سيتم إلى إطالة هذه العملية والتوارض الأعمق من قبل دول حلف الناتو. سنرى ماذا سيحدث. طبعا نحن مستعدون لهذا السيناريو. دائما الجانب الروسي يقول عند كل تقديم من هذه الأسلحة يقول الآن التدخل أصبح مباشرا من قبل النيتو ومن قبل الدول الغربية. في حال تم تقديم بالفعل طائرات F-16 هل نتوقع أي شيء مغاير من قبل روسيا عدا عن هذه التصريحات الشفاهية فقط التي تشير إلى مزيد من التدخل من قبل النيتو؟ استخدام الطائرات F-16 يمكن أن تغير شيء واحد. هذه الطائرات تحتاج إلى المدرجات طويلة لأقل من 2 كم من 10 إلى 30 كم ليس هناك المطارات العسكرية الجاهزة لقلع هذه الطائرات يمكن أن تقلع هذه الطائرات من أراد بولاندا ومن سيقود هذه الطائرات الطائرون البولونيون سيسقطون هذه الطائرات هذه الطائرات التي تحتاج إلى المدرجات لإستدام المباشر بين الجيش روسيا والجيش البولوني إذا قاد هذه الطائرات ليس الأوقرانيين أما البولونيين لأنه يجب لأقل من 3 أو 4 أشهر لتدريب الطائرين الأوقرانيين لقيادة هذه الطائرات نفس الشيء لا يخص الدبابات لأقل من 3 أشهر يجب لتدريب عناصر الأوقرانيين لقيادة هذه الدبابات هم يعرفون القيادة الدبابات السوفيتية الصنع أما الآن طبعا سنرى ماذا سيحدث شكرا جزيلا لك أندري مرتزين الكاتب والباحث السياسي كان معنا من موسكو